أينما كنتم مشاهدين الكرام طابت أوقاتكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية بحث محافظ لحج أحمد عبدالله تركيم عنائب ممثل منظمة اليونسيف المقيم في بلادنا لوسيانو كالستيني آلية تعزيز التعاون بين المحافظة والمنظمة في مجال حماية حقوق الأطفال وتحسين المستوى التنموي لمشروعات الصحة والتربية والمياه التي تنافذها المنظمة في لحج وخلال اللقاء شهد المحافظ بتدخلات الإنسانية والخدمية التي تقدمها اليونسيف في المجالات الإلمائية مؤكدا حاجة المحافظة إلى مزيد من دعم المنظمة وأهمية اتساع رقعة جغرافية تدخلاتها لتصل إلى مديريات المحافظة كافة من جانبه أوضح المسؤول الأممي أن اليونسيف تعمل على إقامة مشاريع مستدامة في فطاعة التربية والصحة والمياه بالإضافة إلى تدخلاتها الأخرى الطارئة موضحا أن تدخلات المنظمة الجديدة في قطاع المياه ستشمل تنفيذ مشروع توسعة واستحداث حفر آبار مياه مع ملحقاتها في الحقل المائي بمنطقة مغرس ناجي بمديرية تبن والذي يوذي سكان مدينة الحوطة وأجزاء كبيرة من مناطق مديرية تبن بالمياه الصالحة للشرب تفقد محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوط مبارك بن ماضي تفقد إصلاحية السجن المركزي بمدينة المكلة للإطلاع على أوضاع عنابر الإصلاحية ومركزها الطبي وأوضاع النزلاء كما تفقد المحافظ الأعمال للإنشائية التي تنفذها السلطة المحلية بالمحافظة لتوسعة عنابر الإصلاحية وتوفير البيئة المناسبة لجوانب تدريب والتأهيل والأنشطة المختلفة للنزلاء في جميع المجالات للمساهمة في جعلهم عناصر فاعلة في المجتمع وسعرض اجتماع ترأسه المحافظ بالإصلاحية سبل تحسين أوضاع الإصلاحية والتنسيق مع مصلحة السجون لتوسعتها وتحسينها ونقش الاجتماع الترتيبات لتفعيل البرامج التأهيلية والإصلاحية والتدريبية والأنشطة الثقافية والرياضية للنزلاء وتكثيف الاهتمام بجوانب الوعظ والإرشاد وتقديم الدعم النفسي والصحي وافتتاح مساقات لتخصصات التعليم الفني والتدريب المهني كما شارك محافظ محافظة حضر موت مبخوت بن مبارك بن ماضي إذاعة المكلة احتفالاتها بالعيد السادس والخمسين لتأسيسها وإذاعة سيئون باليوبيل الذهبي الخمسين عاما لتأسيسها حيث زار المحافظ إذاعة المكلة وارتبط خلالها مباشرة على الهواء مباشرة بالمستمعين عبر برنامج البث المباشر المفتوح وعبره مع أثير إذاعة سيئون مقدمان التهاني للإذاعتين بها هذه المناسبة الغالية مشيرا إلى أن إذاعتين المكلة وسيئون تمثل صوت حضر موت وهمزة الوصل التي تصل للبيت والشارع والمؤسسات الحكومية لافتا إلى أنه رغم تطور الحالي في وسائل التواصل والاتصالات تظل إذاعتها المكلة وسيئون محل ثقة المستمعين وأبناء حضر موت ولها نكة خاصة في أذهانهم وأكد المحافظ أن السلطة المحلية قدمت الكثير من الدعم للإذاعتين وستمضي لتعيد الإذاعتين لسابق عهدهما والمضي لترميم المبنى القديم لإذاعة المكلة وضع محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر حجر الأساس لبناء مدرستي الشهداء لتعليم الأساسي للبنين وردفان أو درفات للتعليم الأساسي للبنات مع ملحقاتها بمديرية سيحوت بتمويل من السلطة المحلية بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر ووكيل العلاقات العامة محمد حسن رعفيت والقائم بأعمال وكيل الشيون الفنية عوض قويزان ويتكون مشروع مدرسة الشهداء بسيحوت من ثمانية عشر فصلا مع ملحقاتها كما يضم مشروع مدرسة درفات تسعة فصول دراسية مع ملحقاتها كما افتتح محافظ المهرى خلال جولته في مديرية سيحوت سور إدارة الأمن وشرطة بالمديرية الذي يأتي بطول سبعمائة متر بالإضافة إلى بوابة وسكن مخصص للحراسة في سياق متصل وضع محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر حجر الأساس لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل خمسين وحدة سكانية الحزمة الثانية وتأهيل المدرسة والوحدة الصحية في مديرية المسيلة بتمويل المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبتنفيذ اتلاف الخير للإغاثة وخلال وضع حجر الأساس ثمن محافظ المهرى المشاريع الإنسانية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشيدا بنجاح المرحلة الأولى من المشروع الذي خفت كثيرا من المعاناة أو خفف كثيرا من المعاناة على الأسر المتضررة وعقب الأضرار التي خلفها إعصار لبان والأعصير التي ضربت المحافظة خلال سنوات الأخيرة وعلى هامش التلشين وقع محافظ المهرى اتفاقية تنسيق وتعاون بين الشريك المنفذ اتلاف الخير للإغاثة وسلطة المحلية في المحافظة لإنجاح المشروع والبدء في الأعمال الإنشائية ويهدف المشروع إلى إنهاء حالة النزوح المستمر أو المؤقت للأسر المتضررة من الأعاصير والسيول في مديرية المثيلة وتوفير سكن ملائم يضمن لها الحياة الكريمة من إضافة إلى تأثيل المدرسة والوحدة الصحية وإضافة عديد من الغرف والفصول الدراسية وتجهيزات اللازمة اللازمة لها نحن اليوم في زيارة لمديرية المثيلة وهذا الاستقبال الطيب والجيادة المديرية مثلا بالأخوة مدير نعم مديرية وجود الأخوة في مركز المكسلمان جزاهم الله خير والحقيقة على الهزيج والروح العالية هذه نتمنى التوفيق للجميع وشاكرين لكل ما يقدموه الأخوة في مركز المكسلمان وعلى هذا الشيء هذين الناس والبسطة هم اللي يستاهلوا لأن هذين هم صحاب المصلحة الحقيقية في هذه الأشياء كلها شاكرين لكم شاكرين الأخوة في السلطة المحلية في المديرية شاكرين للمختصين كلهم اليوم وخلال تدشين وضع حجل أساس المرحلة الثانية لبناء مساكل لبناء مديرية المسيلة نشكر الجزيل الشكر لمركز الملك سلمان وأثلاف الخير الشريك المنفذ لهذه الأعمال الإنسانية والخيرية أيضا للسلطة المحلية في محافظة المهرم مثلا بالأستاذ محمد علي ياسر ولكل من ساهم وشارك في هذا العمل الخير المنجز وهذا اليوم البهج الذي يحتفل فيها الأهالي بهذا المنجز الطيب سعادة جدا اليوم في محافظة المهرم مديرية المسيلة أن نضع حجر الأساس إذانا بالتدشين الورحلة الثانية من مشروع يعادة تأهيل وترميم بيوت المتطررين من الأمطار والسيول وكذلك توسعت وإضافة ثلاثة فصول جريدة مع ترميم المدرسة القديمة كذلك أيضا ترميم الوحدة الصحية وتوسعتها وإضافة مع التجهيز والتأثيث اليوم سعدها أن يكون معاني المحافظة وأستاذ محمد علي ياسر موجود معنا أيضا الأستاذ عبدالله العنقلي مدير فرع مكتب المركز الملك سلمان في محافظة المهرة والأخوة في السلطة المحلية في المحافظة وفي المديرية نبقى في محافظة المهرة حيث تفقد محافظ المحافظة محمد علي ياسر تفقد سير العمل في مدينة سيدرة الكويت للمتضررين من أبناء مديرية المسيلة الممولة من فريق يعطاء المرأة الكويتية وبتنفيذ مؤسسة قطرات للتنمية وخلال الزيارة أشهد المحافظة بن ياسر بمواقف فاعلي الخير من الأشقاء في دولة الكويت ودعمهم السخيل لأبناء محافظة المهرة خصوصا الشعب اليمني بشكل عام ويتكون مشروع سيدرة الكويت السكاني من مئة شقة نظام أربعة بلوك كل مبنى يحتوي على أربع شقاق سكانية بواقع خمسة وعشرين وحدة سكانية بالإضافة إلى مسجد ومدرسة من تسعة فصول ووحدة صحية متكاملة مع المختبر وملحقاتها مخصصة لأبناء مديرية المسيلة افتتح محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة إبراهيم أجعش ثلاثة فصول دراسية إضافية في منطقة الوعرى مديرية الخوخة ذلك بدعم من جمعية الرحمة العالمية الكويتية وبتمفيذ مؤسسة تواصل للتنمية وخلال الافتتاح الذي حضره مدير مكتب المؤسسة بالحديدة صادق السعيدي ثمن المحافظ إسهامات جمعية الرحمة العالمية والأشقاء في دولة الكويت مؤكدا أهمية المشروع لمعالجة مشكلة الازدحام الطلاب في المدرسة مشيدا بجهود إدارة المدرسة وهيئة التدريس داعيا المنظمات المحلية والدولية إلى تركيز تدخلاتها الإنسانية القادمة على مثل هذه المشاريع الاستراتيجية والتنموية ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون مع مدير عام مؤسسة المياه وصرف الصحي محمد با خبيرة سير العمل بالمشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في المؤسسة المتمثلة بمستوى زيادة آبار المياه أو تجديد شبكة المياه وصرف الصحي وبناء خزانات جديدة وتركيب مضخات لتوصيل المياه لسكان المناطق المرتفعة وأكد معاون حرص قيادة سلطة المحلية على متابعة سير العمل في تنفيذ المشاريع التطويرية للمؤسسة وضمان سرعة إنجازها لتوفير خدمة المياه لسكان العاصمة المؤقتة عدن شهد الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح عبد العمقي بالمكلة حفل تخرج دورة الاستجداد العسكرية السادسة جنود المجد بمعسكر ألوية النخبة الحضرمية بربوة خلف وفي الحفل قدم الخرجون من الدورة عرضا عسكريا واستعراضيا مهيبا في صورة تجسد مدى الإعداد والتهيئة وسقل الشخصية العسكرية في نفوس الخرجين مظهرين خلال العرض جهوزيتهم ومعنويتهم العالية واستعدادهم للالتحام بإخوانهم ممن سابقوهم في الميادين وذلك لصد أي مخاطر تهدد الأمن والاستقرار إلى جانب ذلك قدم صفوة من جنود دورة المجد عرضا رمزيا لتنفيذ عملية اعتقال مشتبه بهم إلى جانب عرضا عن المهارات القتالية والهجومية في الدفاع عن النفس واستخلاص السلاح الشخصي من المعتدي أي كان نوعا والقائمين عن المجلس المحلي بالمحافظة كلمة عبر فيها عن سعادته بتخرج الدفعة السادسة من دورة الاستجداد العسكري التي عكست مستوى عال من الكفاءة القتالية والتدريب العالي محيا جهود الأشقاء في دول التحالف العربي في دول التحالف العربي ممثلة بملكة المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذا دولة الإمارات العربية المتحدة الذين كانوا سنت في كثير من المواقف ووقفوا جنبا إلى جنب مع إخوانهم في كثير من معارك التطهير لمواقع الشر والإرهاب واجرى في ختام العرض تكريم الأوائل والمتفوقين والخريجين من دورات الاستجداد بشهادات تقديرية اطلع الفريق الأمني باللجنة العسكرية والأمنية العليا خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر وقيادة قطاع الخدمات المدنية بالوزارة على مستوى سير العمل في قطاع الخدمات المدنية والمصالح المدنية والخدمية التابعة للوزارة والتي تشمل الهجرة والجوازات والجنسية والأحوال المدنية والسجل المدني والدفاع المدني والتأهيل والإصلاح وتطرق اللقاء إلى أبرز المعوقات التي تواجه قطاع الخدمات المدنية والمصالح التابعة للوزارة والمعالجات المناسبة لها والاحتياجات التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العمل وتقديم الخدمات وتمكين المواطنين من الحصول على الوثائق الثبوتية الرسمية بكل سهولة ويسر وكذا النهوض بمهام مصلحة الدفاع المدني لتتمكن من أداء مهامها وفقا لتطور التكنولوجي والبنية المعمارية الحديثة مع الاهتمام بتطوير مهارات منتسبيها لاقش وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديرية الوادي والصحرى عامل العامري مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة جامعة سيئون الإجراءات الكفيرة للاستفارة من السكن الطلابي بالمبنى الأكاديمي بالقطن للطلاب الملتحقين بأقسام الجامعة في القطن وسمع الوكيل العامري على أو إلى شرح حول الإمكانيات والاحتياجات المطلوبة للاستيعاب طلاب أقسام الجامعة في المبنى الأكاديمي والعمل المشترك لتسويق تلك الاحتياجات مع بعض المنظمات المحلية الداعمة في إطار اهتمامها بتطوير التعليم في مختلف مراحل مشيرا إلى حرص سلطة المحلية على تقديم الدعم المستمر للجامعة لمواصلة جهودهم للمساهمة في الارتقاء بالمستوى التعليمي بين أوساط الطلاب في كافة مخرجات الجامعة أكد وكيل محافظة حضر موت الجئون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري حرص السلطة المحلية للاهتمام والرعاية الكاملة بطلاب النموذجيين لتعزيز مخرجات التعليم العام وضمان وصول الطلاب إلى مراحل التعليم الثنوي والجامعي بكفاءة وقدرة عالية وتعرف الوكيل في رقائه بالمدير التنفيذي لمؤسسة حضر موت للتنمية البشرية طارق بلخشر وعدد من المعنيين بالمؤسسة إلى جهود المؤسسة وحرصها على المحافظة على أعلى مستويات بين الطلاب وطالبات بثنويتين سيئون للبنين والبنات والعمل المشترك بين السلطة المحلية والمؤسسة كافة وكافة المهتمين للتغلب على الإشكاليات التي تواجه سير الدراسة وتؤثر في مستوى التحصيل العلمي بين مخرجات هذين السرحين العلميين نظمت الإدارة العامة لإذاعة سيئون ندوى علمية حول تجربة خمسين عاما لإذاعة سيئون وتحولها من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الرقمي في إطار فعالية احتفالها بليوبي للذهابين للإذاعة ومرور خمسين عاما على تأسيسها وفي افتتاح الندوى هنأ وكيل محافظة حضر موت المساعد شؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي كل العاملين والمتسبين لإذاعة سيئون بمناسبة الاحتفال بليوبي للذهابي مؤكدا أن الإذاعة سطعت أن تلعب دورا مهما في المجتمع وتجد لها مكانا مرموقا في قلوب مستمعيها ومتابعيها فيما أكد مدير عام مكتب الإعلام بوادي حضر موت رشيد العامري أهمية إنعقاد الندوى للوقوف أمام المراحل والمنعطفات التي مرت بها الإذاعة للاستفادة من التجربة اطلع مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضر موت أمين بعباد على نتائج زيارة وفد منظمة اليونسيف في بلادنا لعدد من المنشآت والمدارس التربوية والتعليمية بمديرية المكلة وفي اللقاء قدم بعباد الشكر للوفد الأممي معبرا عن ارتياحه لنجاح زيارتهم الميدانية لعدد من المنشآت والمدارس التربوية للبنين والبنات بمديرية المكلة مشيرا إلى أن التحديات تظل موجودة بسبب تدفق النزحين لجميع محافظات البلاد مثنيا على جهود منظمة اليونسيف وتدخلاتها التي تلابس الواقع والاحتياج الفعلي للعملية التربوية والتعليمية على مستوى مديرية المحافظة معرفا عن آماله بأن تكون لهذه الزيارة نتائج ملموسة في تحسين المستوى المعيشي للكوادر التربوية والتعليمية وتوفير البيئة الملائمة التي تساعدهم في العطاء والتميز دشن صندوق النظافة والتحسين بوادي حضر موت والصحرى مشروع وسيلته من مخلفات الذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع إدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون ويسهرف المشروع الذي يستمر على مدى أسبوع 22 معلم ومعلمة من مدارس مدينة سيئون بهدف إكسابهم مهارات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية من مختلف وخدمات البيئة المحلية من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها في صنع الوسائل وأوضح مدير عام الصندوق عمر سليم أن المشروع يهدف إلى التخلص من المخلفات ويعادة تدويرها بطريقة مدروسة وآمنة والاستفادة منها في إنتاج الوسائل التعليمية شيعة في مدينة مأرب جثمان مدير مكتب الإعلام بمحافظة ذمار رأى صحفي محمد عبد الواشعي ومساعد قائد اللواء 2300 العقيد حميد أحمد راشد إلى مقبرة الشهداء شرق مدينة مأرب واجرت مراسم التشييع بعد الصلاة عليهما بحضور وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع ووكيلي محافظة ذمار محمد معوضة وفضل الحربي ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول ورئيس هيئة الإسناد اللوجستية اللواء الركن عبد العزيز الفقي وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابة وعدد من قيادات وزارة الدفاع ومشايخ ووجهاء محافظة ذمار وجمع غفير من زملاء الفقيدين وأقاربهم وذويهم وأشاد المشيعون بمنقب الفقيدين ومواقفهم الوطنية وأدوارهم النطالية والبصمات التي تركها الفقيدان لمعركة اليمن المقدسة التي يخوضها أبناء الشعب اليمني ضد ميليشي التمرد والانقلاب الحوثية مؤكدين السير على درب الفقيدين ومواصلة نظالهما حتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية المتمثلة بإنهاء الانقلاب الحوثي وتحرير كامل تراب الوطن نودع اليوم هامتين عظيمتين لها دور كبير في النضال وهو العقيد حميد راشد والأستاذ محمد الواشعي رحمة الله تقشاهم جميعا وبقدر حبنا بفرحة العيد السادس والعشرين مستمبر إلا أنه في هذا اليوم وهذا التاريخ خسرنا هامتين عظيمتين نودع إخواء عزة علينا الأخ حميد راشد والأخ محمد الواشعي هؤلاء الأحباب الذين عرفنا عنهم كل خير نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله هذا اليوم نودع الأخ الفقيد حميد راشد ويعتبر في هذا الوقت خسارة كبيرة على الشعب اليمني وعلى أبناء محافظة الضمار خاصة لا يسعنا في مثل هذا الموقف وفي مثل هذا التاريخ إلا أن نجدد لكل شهداءنا وفقودنا العهد على مواصلة النضال والكفاح إلى تحقيق أهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة التي نحتفل هذه الأيام بعيدها الحادي والستون بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة المحلية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائي أزكى تحية من طاقم العمل نلقاكم في النشرات القادمة أنتم ونحن في رعاية الله اشتركوا في القناة